بعرف انه هدي كنت حضرتك على المستوى الشخصي يمكن عبر مواقع التوصل الشميع كنت عم بتابع موضوع بالغ الحساسية حصل في بلدة الانصار وانا اتحدث هون عن المغريم المروعة التي حصلت في هذه البلدة حسب ما شفنا من خلال المتابعات اللي كنت عم بتعملها متابعتك للقظيم من لحظة اختفاء الام وبناتها الثلاث انه فيه تقصير قضائي واضح تقصير قضائي وامني بداية مصر خير رياض مصر خير للمشاهدين تعزينا لعقلة المغدورين بداية اللي صار رياض انه باثنان اذار بيظهروا البنات ساعة 8 بالليل ثلاث بنات مع امهم بسيارة احد الشهود الحي بتقول انه شافت سيارة سودا ديكنت اللون تشبه سيارة حسان فياض اللي تم توقفه اليوم اللي بيصير انه تاني يوم الوالد المختار زكريا صفاوي بيرفع دعوة امام النيابة العامة وبباشروا الله يعطيهم العافية او لا ما بعرف التحيئات اللي بيصير الرياض انه بينبعث وراء الحسان فياض كونه المشتبه فيه الاول بيقفاته الاولى بيقول انه هو كان بالمنزل لحظة ساعات الخطف علما انه بيرجع بعدها بداية الاتصالات بيبين انه هو تزامن هاتفه مع هاتف الوالد بصيدة وبجدرة قبل ما ينتفى الهاتف طبع الوالد والثلاث صبايا الله يرحمهم كان مطفي هواتفهم انتباعا كل واحدة في بانه التليفون والتاني ثلاثة دقايق هيدا السبب ما بتلاقيه النيابة العامة القاضية غادة بوالوان اللي كانت مشرفة على التحيئات ما بتلاقيه سبب كافي للاشتباه بيحسان فياض وتوقيفه وبتمشي التحيئات وبيبلش يعني ينبعث رسائل بيوصل رسالة انه الام متزوجة والبنات مخطفين انه هاي رسالة مبعوطة من بنت يعني فيه حدا كان عم يلعب به بالاجهزة الامنية وبالقضاء ويحاول يضللهم ويبعد الشبهات عنه بمكان او باخر كل الافادات اللي صارت والتحقيق اللي صار تم بداية وهي اول ملاحظة ارياض على الاداء القضائي انه من فات على البيت بات الضحايا بالاول اللي هني عايشين اربعاتهم مع بعض ببيت واحد الاجهزة الامنية ما طلب منها تفوت على البيت اللي تكشف عليه هاي بداية اتنين سيارة يعني ما تم تأكد من كاميرات المراقبة بالبلدة كلها يعني ما نعمل شغل امني جدي انه فيه اربع اشخاص مختفيين مرأة عشر تيام كان العلبات مش من فات والنيابة العامة ما موقف حدا بجلس تام مع حسين فياض الاجهزة الامنية تتواصل مع رئيس غادة ابو علوان الا مشتبه فيه فيه تناقض مغلط كتير تقنيا يجب توقيفه للتوسع بالتحقيقات ترفض مش مفهوم شو الزريع على رفض توقيفه من بعد ما نفات على البيت بيتبين عنصر جديد انه الهويات وجوازات السفر وبعض الاموال اللي بتعود الهم مع صيغتهم للمجموعة للعائلة كلها موجودين بالبيت وهيدا مؤشر انه هول ضاهرين لا يرجعوا يعني مش رايحين اذا فرضية الهروب من ما كانوا يدعوه بالقضاء بطلت وردي ما معقول حدا يهرب لعيش حياة تانية بعيد عن الجو اللي هو فيه اذا هيك الفرضية وبيترك كل اوراقه السبوتية وجوازات سفرهم بالبيوت كمان هيدا العامل ما حرك النيابة العامة وما خليها تدعوه الرجل كان عم يسرح ويمرح مرتاح عوضه وعم يشارك بالتحيات اندعها مرتين لحد ما قرر يطلع على سوريا وين خطورة انه النيابة العامة ما وقفته الزلمة وصل هو وشريك اله اللي ما اعترف عليه وصلوا على سوريا يعني وجه استدرج بمجهود من المواطنين يعني استدرج بمجهود شخصي من مواطنين من ابناء البلدة بس هو الزلمة طلع برات البلد وطلع بفرضية يعني كمان تحايل على التحيات قال وصلوا رسالة من سوريا انه البنات موجودين جيب خمس سالف دولار وطلع يعني من قلب التحيق اللي عم بحكيون فطلع هو ع سوريا ببلغ اهله انه انا الهاتف والمصاري والداتا كلها بطلت معي وتعرضت لعملية احتيال ونصبه في عصابي كمان كان عم يجرب يوحي انه الاربع اللي عم تدوروا عليهم موجودين بسوريا طلع ع سوريا عساس لا يجيبهم وبطل معه شي منه يعني هلا هاتفو مش موجود مع القوى الامنية لا يعرفوا خلفيات مين بالمين الخلفيات بعدها مجهولة بالتحقيق هو عم يضيع سهلا الاساس من الكل اللي عم نقوله انه القضاء ما يعنيني انا انه هيدا القضاء غير مؤتمن على حماية حياة اللبنانيين بهاي الطريقة اللي عم ندار فيها اذا ما اتخذ اجراءات بحق القضاء ما الظاهر وانا اللي عرفته رياض انه اللي يتدخل او اللي يحكي اذا منا نحكي انه حكى انه سيد ابو احمد صفيوي مسؤول حركة امل لليوم ذكرنا تبنى اللي انا قلته على الهواء اتصل انه فيه مشتبه فيه بالعكس يعني كانوا عم يجربوا يقولولا حتى انا بمعلومات دقيقة جدا طلب مننا نقل الملف على فرع المعلومات رفضي ليصار انه استدرج الرجل على بيته بمساعدة اشخاص من البلدة وايجا عالبيت وقبلغت مخابرات الجيش لتحركت مشكورة وكانت عم تتابع المعطيات وحاولت الدهم واولت مبارح بالليل ولكنه تمكن من الهرب من بيته رجع توقف مبارح وهم تبلش الملابس هلأ اليوم عم ينشر صورة ايضا يعني لاشريكه ما بعرف شو الغاية من نشط الصورة اذا هو متورد فعلي ليه عم تخبره لكل يعني على القليل لا تقدر القوى الامنية تقبض علىه او لا يقدر يتابع نعم هو وقت بتعمم صورة هلأ اولا هلني بيعرفوا خرج برات البلد يعني انه عم يشتغلوا شغل بتحس ما حدث اقلام بحياة الناس بشكل جدي ولاش مخابرات الجيش ليفاتوا عالبات لانه مخابرات الجيش ما بدهم اشارة قضائية يعني لو بدهم اشارة كانت عرقلتهم يمكن القضي يغدبوا علوان اكتر من هاك صار له 48 ساعة اقل 48 ساعة معروف بالجرم اي جريمة بتصير بينزل المدعي العام على الارض بيسلم التحقيق وبيبلغ قاضي التحقيق ينزل المولا يسلم القضية لا تبلغ القاضي التحقيق رئيس محمد بري انه فيه جريمة متل ما كتير جرائم ما تبلغ فيها ولا الريس يتعني تنزل على الارض تتابع التحقيقات او توجه كيف بده يصير التحقيق على المال يمكن افضل يعني انا بتمنى النيابة العامية التميزية تحط ايضا على هذا الموضوع لانه ممنح يتتابع بهذا الاداء يعني ما بعرف شو خلفيات الريس اللي صارت المبررات انه حقوق انسان وشو الجرم ما مقتنع على شو الجرم داتا الاتصالات بتأكد انه عم يكذب بإفادة وعا إفادته بتوقفيك انت كل المعطيات والشهود بيقولوا انه هو المتورط او هو المشتبه فيه الاول ما كان عنده ولا دافع لحتى توقفه المطلوب هلأ غير المتابع لحديث هلأ للأسف يعني الجريمي صارت قبل يعني لو لو توقفوا هل هذا كان ممكن ان يحول دون وقوع الجريمي ولا بس كان سهل بكشف اللي يمكن اللي الله لطف فيهون كمان هي والأجهزة الأمنية انه الجريمي يبدو بحسب المعطيات الأولية وبعد ما طلع طريق طريق كان صايرة بلحظته ببلدة أنصار وتم دفعه اكحال هذا بيبين هذا من طبيب الشرع بس يكشف على الجسوس على هول الرواية الاولى بتقول انه اطلاق نار تم تصفيتهم الدوافع مجهولي كل التحليلات وبايع أعضاء وغير بايع أعضاء وما يشع كل خبريات عم تطلع ما بعرف يعني اذا تضليل لتحقيق أو لا وحتى بالمرحلة الأولى بعد عشر تيام من التوقيف انه ليش الأجهزة الأمنية انا اعتبرت انه هول عم يرقبوهم طلعهم سكرين الملف ختمت الملف وقالتهم خلص انه العائلة قالين انهم رحبتوا قيد المراقب اقلوا رصدوه راقبوه طلع عصورية ورجع بهذه الطريقة ما بتنظر ويجب محاسبة المقصرين بالقضاء والأجهزة الأمنية كما يعني بنفس المستوى اللي لازم يتحاسب فيه المجرم لعمل جريمته هو اشتركوا في القناة